مرحبا حضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور نبدأ معاك أولى فقرات حلقتنا نهاردة باكرا يا رب تسمع صوتي نهاردة هنتأمل في القطعة الثالثة من صلاة الغروب مهما طالت الرحلة ومهما طال العمر الإنسان في الآخر مسافر في الآخر هيسيب العالم يمكن كتير مننا أحيانا بيسرح بخياله أو بفكره عشان يفكر إزاي ممكن تكون لحظة الموت هتكون صعبة حسي بيها هكون عاملة إزاي هكون شايف إيه طبعا الخيال وأحيانا الشيطان كمان بيستغل النقطة دي ويخلق ويحط مخاوف جوه الإنسان عشان كده كنيسة دايما بتعلمنا نعيش في حياة استعداد دائم في حياة صلاة لكن وقت الإنسان ما بيحس أنه خايف من حاجة بيدور على حد يكون بيحبه حد يكون عارف إنه يقدر يمسك فيه حد يقدر يقوله عشان خطري أنا محتاج إنك تسندني وطلب الشفاعة ومين أجمل من ست الكل زي ما بنقول كده أمنا كلنا القديسة العدرة مريم نطلب شفاعتها في اللحظات الصعبة دي وما فيش أصعب من لحظة الموت اللي محتاجين فيها معونة ربنا ورحمته كمان شفاعة الستة العدرة نرده هنتأمل في القطعة الثالثة من صلاة الغروب سعيدني وشرفني يكون دي في مهندس فرانسيس فوزي لخادم بكنيسة الشهيد مريم رؤوس الرسول بن نزها سبع الخير أهلا بحضرتك يمكن فيه ناس ما بتتخيلش قوة الشفاعة بشكل عام سواء للقدسين أو للستة العدرة أو يعني فكرة الشفاعة الناس مش بتقبلها لكن إيمان كنيستنا لبطية الأرثوذكسية بالشفاعة ولما نتشفع بأم المخلص القديسة العدرة مريم في اللحظات صعبة جدا زي ما كنت بقول بأعلينا البشري كده مش بنبقى قادرين إننا نتخيلها فيبقى لازم نقف هنا ونشوف قوة شفاعتها في اللحظات دي سمح لنا في البداية مع حضرتكم مع كل السادة المشاهدين نسمع القطعة الثالثة ونرجع لكم مرة تاني لكل إثم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب استوجبت فهيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العبراء فإليك أتدرع وبكي أستشفع وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولمؤامرة الأعداء هزمي ولأبواب الجحيم غلقي لألا يبتلع نفسي يا عروس بلا عيب للختم الحقيقي خلينا نقف بشكل عام عند صلاة الغروب ونتأمل فيها وفي قيمتها وسط صلوات الأجبية وقد إيه هي بتمثل حياة كل إنسان مننا رحب حضرتك مرة تانية وخلينا نقف بشكل عام عن صلاة الغروب ونربط بينها وبين حياتنا هو الغروب صلاة الغروب اللي بتصليها الكنيسة لأن الغروب لا يعني نهاية اليوم ولكن أيضا يعني نهاية العمر ونهاية الحياة ولأنه كمان الغروب أو صلاة الغروب فيها انزال جسد الساد المسيح فبنتذكر كل هذه الأحداث ونفتكر إن في نهاية اليوم حياتنا كلها كنا تمشي إزاي إذا كان عندنا لحظة أولا بنعمل فيه كشف حساب لحياتنا فكشف حساب اليومي هو في الغروب وكشف الحساب الحياتي بيبقى في نهاية العمر ففي نهاية العمر بيبقى بتذكر كل اللي فات إذا كان فيه فرصة إن أنا أقدم توبة بيبقى ده جميل وده طبعا هو ده المطلوب لأنه لو تأمننا في صلاة الغروب في القطعة الثالثة من الغروب نجد إن هي مليانة بالمشاعر الجميلة وإذا كان فيها حاجات إحنا بنتطلبها ونتشفع بالعدر عشان تنفذها نلاقي إن حياتنا اللي فاتت كلها فيها نقط النقط دي حرص نشاط وإجتهاد ونلاقي الحاجات ده كلها في الخطيئة فبنلاقي إن إحنا حياتنا لازم نوقف لازم نعمل وقفة ونعيد حساباتنا نعيد حساباتنا لما نقول القطعة دي كل يوم في الصلاة ونكرر نفس الكلمات يبقى أنا بدي لنفسي دايماً يعني أنا كل يوم بحرص وبنشاط بدل ما يكون حرص ونشاط كمان للعلاقة الحلوة مع ربنا لكن إحنا بنعمل العكس صحيح ليه الإنسان دايماً أو خلينا نقول الكتاب والصلاة في الأجبية وصفت سعي الإنسان نحو الخطيئة بالكلمات اللي إحنا بنقولها دلوقتي يعني الإنسان حريص قوي على الخطيئة مجتهد جداً في أنه نروح لها إنه نلاقي فيه في القطعة الثالثة أربع نقط حرص ونشاط في فعل الإسم اجتهاد وشوء في فعل الخطيئة والإنسان لما يتذكر اللي هو بيعمله ده إيه اللي أنا كنت فيه طب الأربع حاجات دول الجميلة بالمعنى لو إحنا قلنا حرص حاجة جميلة نشاط اجتهاد شوء ليه ليه تبقى في الخطيئة الحاجات دي مفروض إن أنا أستثمرها في حياة روحية فإذا كان عندي كلمة الأولى حرص فبدلاً ما يبحرس على فعل الإسم يبحرسي على إيراد كده بنقدس نشاطي في إن أنا إذا كان عندي خدمة بعملها بالنشاط وإذا كان أنا ببقى كسلين علشان أروح للأداس الصبح فما نروح للأداس وإن أنا نشيط وكل إشوء إن أنا أقابل رب المجد على المزبح وإن أنا أتقابل معه يومياً في الأداس بالنسبة للإجتهاد نلاقي إن علشان أكتهد مش في الخطيئة بقى لحياة الجهاد في الحياة روحية محتاجة سكة طويلة جداً ومشوقة طويل فإزاي أنا أمشي حياة الجهاد من البداية من بداية حياتي إلى النهاية في حياة جهاد مستمر لأنه هنعرف بعد كده في القطعة أن فيه مؤامرات أعداء وفيه شيطان عاوز يسلبني برقات فداء يسلبني حياتي وديه الخصة الأزلية اللي كانت موجودة منذ البداية إن عدو الخير بيكره للإنسان الخير فلإنه بيغير منه طبعاً بيغير من محبة ربنا للإنسان بيغير من صفحه وأفرانه ليه أكيد أكيد بيغير أن الإنسان طول الوقت عنده فرصة تانية صحية صحية فالغيرة دي فباستمرار فيه مؤامر حتى نلاقي في المزمور 128 آخر مزمور في الغروب يقول مراراً كثيرة حاربوني فمراراً كثير منذ صباي وقتلوني منذ شبابي فطول العمر فيه مؤامرات فيه حروب فالمؤامرات والحروب دي أستعين بيها بيه الحاجات اللي احنا قلناها في النشاط وفي الحرس وفي الاجتهاد في الحياة الروحية إن أنا أقدر أغلب عدو الخير صحية الإنسان طالما عنده الصفات دي إنه إنسان مجتهد إنه عنده حالة الاشتياء اللي بيعيشها فممكن يستغل للصفات دي بس للحاجة الحلوة أو للخير والحياة مع ربنا لو رحنا للجزء اللي بعد كده واللي بيتكلم عن هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العزراء الإنسان بعد الموت مفيش فرصة وما فيش توبة في النوم بيتقال كده إنه خلاص وزي ما بيتقال في مثل العشر عزراء قد أقفل الباب أغلق الباب ليست هناك توبة بعد الموت علشان كده في الغروب علشان فيه فرصة تانية بنقول يا رب إن حتى لو باقي كم ساعة قبل منام فخليني أعرف كمان أتوب فأطلب من العدرة هيئي لي أسباب التوبة الخطوة الأولى اللي بتيجي بعد الحياة اللي أنا عاشتها اللي قبل كده بحرص ونشرت وعملت الاسم والخطيئة فأنا محتاج إن أنا توب أرجع رجوع محتاج حد يزقني ومحتاج حد يشجعني ومحتاج حد يفتح للطريق أول حاجة تهيئة الطريق تهيئة الطريق في إنه إذا كان الطريق مش ممهد فهيئي لي الطريق إذا كنت أنا الدنيا غيبة عني ويعني حياة الروحية مش شايفها فوضحي لي الفتي نظري يعني تعني لو نستخدمي الفتي نظري تعني تعني تهيئة الطريق زي كان يوحن المعمدان لما هيئ الطريق قدام المسيح فتهيئة الطريق إنه هو يفتح لي أسباب اللي أنا فيها والحاجة اللي هي تخليني أرجع للتوبة هي إن أنا كنت رحش وكنت ضعيف وكنت بعمل قطية بحرص وشوء والحاجات اللي فاتت فلإنه عاوز أبقى مع المسيح باترك هذا باترك الكلام اللي فات ده عاوز أعيش معك رب وعلشان أعيش حياة التوبة بقول للعدرة ساعديني يا عدرة عشان أدخل في حياة التوبة والتوبة هنا مش لحظة لكن هي حياة مستمرة بيقول يعوب القديس مقاريوس إن أنا أعيش في التوبة ما دومته في الحياة يعني طول ما أنا عايش في حياتي فهي بسرعة حياة التوبة لأن أنا مش عارف إمتى هنتقل صحيح طول ما الإنسان عايش وربنا مدينه نفس لغاية النفس الأخير فيه فرصة لا صحيح وهنا الفرق بين صلاة الغروب وبعدها بوقت أولال جدا بتيجي صلاة النوم فهي كينيسة عايزة تعلمنا أو ربنا بيقولنا حتى لو في الوقت الأولال اللي من الغروب للنوم من غروب العمر اللحظة الموت برضو أنا قابل وهي دي الفترة اللي بنكتشف فيها أخطأنا يعني زي كانت هي ساعة بين الغروب والنوم لكن هي بالنسبة للعمر هي وقت ممكن يكون اكتشفت وأنا في شبابي إن أنا السكة اللي كنت ماشي فيها دي سكة خاطئة وممكن يكون زي اللص اليمين الفترة الأخيرة يعني هي فترة لا تقاس بالوقت قد ما هي تقاس بمعرفتي بأن أنا محتاج للتوبة فكرة بقى إن الواحد يعرف يعني أحياناً الواحد بيكتشف أو بيبقى حاسس إنه هو ماشي في سكة غلط إنه عاوز يعمل حاجة كويسة لكن مش قادر زي ما كنا بنقول في الأول عايز حد يديله الدفعة ودفقة فده السبب اللي بيخلينا ندور على مين أقرب حد عارف إن قلبه علي ووثقني قلبه علي فلما نديله ما يصدق إنه هو يجيني عايز أتكلم بقى على نقطة بالسيقة في شفاعة القديسة العدرة مريم ومكانة شفاعتها هي العدرة مكانة عظيمة للإتساد المسيح وهي اللي احنا بنقول إن العدرة مقربة للمسيح ويكفي في أرس قانا الجليل في قصة تحويل الماء لخمر قالت بس للعبيد مهما قال لكم افعلوه وقالت بس للعدرة إن هم محتاجين للخمر فلهذه الدلة مكانة كبيرة إننا قد كده المسيح بيقدر العدرة وبيحق لها أي طلبة إحنا كمان بنطلبها حتى لو الواحد حياته كلها ظلمة وحياته كلها خطيئة والدنيا قدام وما عملتش فيها حاته نهائي حاجة كويسة يقدر يرفع حتى ويشه بيها الربع صحيح ما هو هنا في الخطعة التالتة تلاقي الإنسان بعيد جدا وقال دي كان بعيد حتى في فعل خطيئة بيتمتع وبيحرص والحاجات اللي هي اللي احنا كلمنا فيها في الوقت بيطلب شفاعة العدرة فأنا محتاج إن أنا أقول للعدرة محتاج شفاعتك أنا بعيد ولأن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب فالمرضى بيحتاجوا إلى طبيب فبيقول للعدرة أنا بعيد أنا محتاج لك أنت اللي هتبتدي تزقيني أنت اللي هتقول للمسيح اقبل عشان كده بيجي بعدها إن هو لأغزة علشان إذا كانت التوبة بتاعتي أنا ابتدت أتوب فأقول للعدرة كمان إيه ما تخلينيش أتخذي أتخذي بقى قدام مين وزاي يعني إليك أتضرع وبك أستشفى وإياك أدعو أن تساعديني الخذي بقى في الحالة دي في رفض التوبة ولا الخذي قدام الناس اللي إحنا عايشين معاهم ولا قدام الشيطان قدام مين هو لما كن فيه تساعديني لأغزة من كل يعني ممكن أغزة من إن أنا قدام الشيطان إن ربنا ما إبلكش اللي هو العدو الأول في حياتي وهو اللي بيحاربنا طول الوقت أغزة ما تخلش السماء يعني أنت مرفوض ودي الحاجة اللي هي بتبقى صعبة حتى في العزارة الحاكمات والعزارة الجاهلات لما أغلق الباب وكانت العزارة الجاهلات برغة ده انتهى الخذي ولما واحد حتى في حياتنا الحياتية لو واحده راح فرح وقال له ليش أنت مش داخل فأي خذي إنه هو يبقى راجع ومش داخل تساف قدام كل الحوالي أكيد 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 إن الإنسان اللي دايما الملايكة بتكون محوطة في لحظة انتقال وخروج روح وطلب شفاعة العدرة وأهمية إنها تكون موجودة في لحظة مهمة زي دي بتفرق إزاي؟ الطلبة الثالثة اللي احنا بنطلبها من العدرة هي دي إن أنا عنده انفصال نفسي من جزلي احضري عندي ولأن اللحظة دي صعبة ولأنه خلاص لحظة النهاية وزي ما يقوله أزده للسطار فيبقى أنا محتاج إن أنا أقول للعدرة خليك معي بقى في اللحظة دي اللحظة اللي هي هيبقى فيها عدو الخير اللي بيتأمر علي طول الوقت هيبقى موجود ومحتاج نفسي فنقول للعدرة تعالي يا عدرة خليك معي في اللحظة اللي أنا في أمس الحاجة اللي تبقى موجودة معي فتعالي يا عدرة احضري إلي في الوقت ده وبنقول بعديها والأبواج الجحيم إغلخي في حياتنا العرضية بنطلب ده ونقدر نطلبه ونطلب من العدرة طب بعد الانتقال بعد الانتقال ما فيش بقى الطلبة دي متقالش مين اللي بيقولها اللي بيقولها أبونا فيه صلاة على المنتقلين لما يوقف أبونا على نعش المتوفي أو المنتقل ويقول افتح لها يا رب أبوها بالفردوس افتح لها يا رب أبوها بالملكوت لكي تتناعم معك فالطلبة دي بتتقال على لسان الغائب يعني أبونا هو اللي بيقولها على المنتقل ثم أنا فيه فرصة أن أنا كمان أصليها يوميا وأقول للعدرة احضري عندي في اللحظة اللي أنا هتقابل فيها مع المسيح فهل أن الناس بتقف قدام الطلبة دي وتقول زي العدرة ممكن تغلق قبل الجحيم يعني الله نفسه هو اللي بيعمل ده في زي نطلب الطلبة دي ده صحيح هو لما يتقال طلبة زي كده هي مش العدرة هي اللي بتغلق لكن هو المسيح هو اللي بيغلق لما أنا أطلب من العدرة يعني ضمنيا كده فيه حاجات أنا طلبتها قبل كده فالحاجات اللي أنا طلبها من العدرة هتتحقق وبالتالي هذه الطلبة لما أقول إن هي تحضر عندي عند الانتقال نفسي من جسدي يبقى الخطوة اللي بعديها تطلب من ربنا أنه يغلق أبونا بالجحيم يبقى كيف يكون للعدرة أنها تبقى موجودة معايا واغدى نفسي وطلعة واغدى روحي وطلعة ويبقى فيه أبونا بالجحيم مفتوحة نحن نطلب شفاعتها عند رب المجد أنه يغلق أبونا بالجحيم أكيد طبعا طبعا قبل أغلاق باب الجحيم أو الطلبة دي كانت بتكلم عن هزيمة الأعداء الأعداء دول برضو إيه اللي مقصوب بيهم وحالة الصراع اللي برضو أحيانا بنقرأ عنها أو بنسمعها ودي من الحاجات اللي بتسبب مخاوف عند الإنسان من لحظة الموت فكرة الصراع أجناد الشر والشيطان اللي بيبقوا مستنين لحظة خروج روح الإنسان من جسده الإنسان اللي عاش معاهم أو مع الشيطان في حياة شهوة وخطية طول حياته وهنا بيبقى فيه الصراع اللي احنا بنتكلم عنه هنا بيشد في ناحية وحد تاني مش هاين عليه برضو أن يتاخذ للهوة الصراع الأبدي بين آدم وبين عدو الخير من بداية الخليقة هذا الصراع موجود إلى أن جاء أسر المسيح وجاء الفداء فإذا كان الشيطان غار على أنه آدم عاش في الجنة فترة فأكيد هيحرم الإنسان من بركات الفداء فإذا كان زي ما بيقول كده في العهد القديم بيحسدوا قرات أو بيحربوا جزء فإحنا بعد الخلاص والفداء بيكون الحرب أشد عرغم أنه بقى مقيد لكن الفكر بقى صحيح صحيح هو الحروب اللي بيننا وبين الشيطان بتبقى حروب أفكار وزي ما بيقول لنا أبوه السرسول أن احنا لن نحارب مع بشر احنا بنحارب مع أجناد الشر الروحية فأجناد الشر الروحية اللي عندهم خبرة طول حياة الإنسان فإذا كنت أنا متمسج بمسيحي ومتمسج بتعليمي ومتمسج بكتاب المقدس ومتمسج بكل ما هو جاء في تعليم الأباء يبقى أنا أقدر أغلب الشيطان والمؤامرات اللي هو بيوحكها لي أقدر ببساطة أكتشفها لو أنا مع المسيح لو أنا مع القدسين وباستمرار في الكنيسة وباستمرار بطلب شفاعة العدرة والقدسين وطلب الشفاعة للعدرة مش معناها إن أنا يعني سعيف ربنا وطلب شفاعة العدرة زي ما بيتقال هنا في بداية القطعة بيتقال إنه هيقلي أسباب التوبة فهنا لما أقول الحاجات الأمر اللي مطلوبة إن أنا بتشفح فيها للعدرة دي مش معناها إن أنا بقول هي العدرة اللي أنا بصللها وهي اللي أنا بتشيال بتتوبني لكن هي بتهيألي بتهيألي الأسباب بتشجعني بتسندني ده صحيح صحيح لأن دي من الأفكار المغلوطة اللي بتحصل إن إحنا بنتشفع بستة العدرة فمدينها المكانة والكرامة اللي وصلت لما ارتبت السيد المسيح وإحنا بنتكلم عنه وابنديله كل الكرامة والمجد وهنا ده فكر غلط على تنيسة صحيح ولما نجي نتكلم عن العدرة ولما نجي نتكلم معها إحنا مش بنصلي للعدرة ولكن إحنا بنحاكي العدرة لأن العدرة لما تبقى والدة الإله والعدرة اللي هي المكرمة والعدرة اللي هي حتى في القديم يتقال عنها داود النبي قال جلسة الملكة عن يمين الملك فكل هذه العظم للعدرة يبقى لازم أطلب شفاعتها والشفاعة مش خروج عن عبادت ربنا لأنها في العهد الأدين في شفاعة موسى تشفع بإبراهيم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب تشفع بإبراهيم فالشفاعة دي موجودة وسليمان تشفع بأبيه داود فمعنى أننا أطلب شفاعة شفاعة العدرة دي مش ضد أننا أعبد ربنا صحيح وإحنا لو خدناها حتى ببساطة في حياتنا العادية كتير الأولاد ممكن يدخلوا الأم بينهم وبين باباهم عشان خطر أن ماما ممكن تحل الموضوع دا ماما لو ادخلت واتكلمت مع بابا بابا هيوافق على دا على الرغم أن محبة الأب الأولاده ممكن من غير أي حاجة أو من غير وسيط لكن دا إيمانا بقيمة الأم ومكانتها في وسطهم لو اتكلمت الموضوع هيفرق معه لأن لا يبتلع نفسي يعروس بالعيد الابتلاع وكلمة صعبة أوي فكرة أن النفس دي تبتلع حاجة خوف فلو حبينا نتكلم الابتلاع ده نتكلم على هو الصحيقة وعلى جهنم ولا عن إيه بالضبط وإزاي الإنسان ممكن ياخد سلامه وطمأنينة بأن اللحظة الصعبة دي هو في إيده أنه يقي نفسه منه صحيح صحيح لما يتقل أنه هو أنه هو نفسي لا لا يبتلع نفسي الابتلاع هو نهاية العمر خلاص فالابتلاع أن الشيطان هيبتلع نفسي لا توبة لا رجوع لا حياة روحية خلاص الابتلع هو نفسي فأنا أقول للعجرة خليك معي في الوقت ده علشان عدو الخير ما يوصلش للغرض بتاعه ما يوصلش لأن حياتي كلها تهلك ولأن حياتي مدفوع فيها ثمن غالي فمن الصعب أن أقول أن حياتي دي ونفسي تبتلع كده والدم المسفوك زي ما بيقوله كده بيضحها بقى الدم الغالي الدفع علشان غالي لدركة أن أنا ما ينفعش أن أنا نفسي دي مش ملكي دي ملكي للي فداها زي ما بيقول المغن عروس بلعب وأعتقد أنه في الجمل الأخيرة في ختام القطعة زي ما بعملين يقول أدقي يا أم أدقي حنونة أدقي ليها مكانة لكن هنا بقى وصف وصف تاني مختلف فكرة العروس اللي ما فيهاش أي عيب خلالنا نتكلم على الجزئية دي وطبعا إحنا نفضلنا نتكلم عن فضايل ووصف لشخصية العدرة مريم أكيد هيبقى فيه موضوعات كتير قوي ممكن نفتحها دلوقتي من الحاجات الجميلة والوصف الجميل اللي هو يتقال عروس بلعب لما يتقال عن العدرة هذه الكلمة اللي هو لما يجي واحد بيدور على حد بيقول له ما فيش حد كامل فنجد أن العدرة بالتعبير ده العروس اللي تتقدم للمسيح لازم تكون بلعب وزا كان عملنا مقارنة بين طبعا الفرق هيبقى الشاسع بيننا وبين العدرة لكن هو ده المطلوب الكنيسة وتعليم السادة المسيح بيقول لنا إن احنا عاوزين نبقى كده ولأنه المسيح مش هيقبل غير العروس اللي تتبقى لعيب ومش هيقبل واحدة مع عيوب زي ما بيت قال إنه هو كامل وهو بار فالصفات اللي هي جميلة محتاجة إنه السادة المسيح يأخذ هذه العروس الجميلة فلما يتقال العروس بلا بلا عيب محتاجين نحن برضو نبقى نبصل للصورة دي اللي هي صورة العروس التي بلا عيب ولأنه السادة المسيح حدنا أمثلة عن العروس زي نشيد الأنشاد عروس نشيد الأنشاد والعروس والخمس عزارة لو عملنا مقارنة المسل الأوضح والجميل اللي نحن برضو نحتاج به هو العروس التي بلا عيب في العشر عزارة رغم أنهم حاكمات ولكن برضو كانوا مستندين لفترة وكان معهم الزي تكفيهم ولكن كان في حاجات تنقصهم طبعا بالنحية المغيرة نلاقي العزارة الجاهلات اللي مكننش وغدين زيت معهم كفاية ما كفاش معهم لنهاية العمر عشان يدخلوا بالعروس صحيح ما فيش حد كامل كل إنسان دايما بيعوزه شيء بل أشياء محتاج أنه يقتنيها ويتعلمها في حياته عشان يقدر يوصل للمكان اللي ربنا دفع فيه دمه الغالي عشان كل إنسان فينا لكن المهم الإنسان يعرف إمته الحقيقية ويعرف قوة كنيستو ويعرف قوة شفاعة ويعرف جمال الأم اللي بتحبه قعدها مستنيها بس إنه ينده عليها وهي أكيد هتكون شفاعة ومجيبة سريعة تندها القديسة العدرة مريم مهندس فرنسيس فوزي أنا ساعد تفجوت حضرتك معي ومرة تانية صباح النور شكرا لأ عدرتك شكرا لك فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات حالتنا مع حضرتك اشتركوا في القناة